مريم حبيبية تقول هل أقدر أبدأ بالعظمة بدون تنظيف العار والخوف؟ حط النية وشو في يطلع لك وش الشعور اللي يطلع لك تقدرين تاخذين المادة وتحضرينها مادة خفيفة ولطيفة وشو في وش اللي يطلع لك السطح إذا طلع لك العار نظف العار إذا طلع لك الخوف نظف الخوف عليا حبيبتي تقول ابني عمره عشر سنوات يقول لي أحلامه تتحقق هالموضوع صدفة أو عنده اتصال بالعوالم الأخرى شوفي هو فيه أكثر من عالم تدرين أقترح عليك أنك أنت تحضرين مسرح الأحلام وتحضرين نداء الأثير لأنه إذا كان طفلك عنده نداء من الأثير لي يعني عالم من العوالم أعتقد أنك أنت كأم في هذا الطريق أعتقد أنك المفروض تعرفين مفروض تكونين على اطلاع لأنه ليس معقول لما يجي طفلنا يقول لنا شيء أنه أنا شفت شخص طويل شكله كذا وهو صديقي وكذا بعد يقول يكذب هذا يألف وكذا يكذب بالنسبة للواقع اللي أنت فيه بس أنت لازم تعرف أنه هذا الطفل يتكلم عن إيش يتكلم عن إيش بالضبط فأقترح أنك أنت تهتمين في الموضوع تعطين اهتمام في هذا القصة لا لا أحنا نتكلم عن الأحلام وبتنوم يا جماعة ما نتكلم عن الأحلام اللي هي الأهداف يعني في ناس تسمون أهدافهم أحلام ولا تتحقق لأنها أحلام صديقتي تقول دائما أحلامي تكون استبصار لأحداث قادمة لي على إيش يدل آه يعني أنت تقتبسين من المستقبل يعني أو تشوفين هناك بس سؤال هل أنت تشوفين مالك انت تزرعين يعني هل أنت رحت واخدتي طلّا رحت واخدتي طلّا وشفت يقول طلّا هأأأ أنا بتزوج واحد اسم خالد وأنت لسا ما تزوج ش PT بعد خمس سنوات تتزوجها يوضلع اسم خالد بثم مثلا فهل أنت رحت واخدتي طلّا ولا أنت رحت واسو ويتي الموضوع صح? رحتي وسويتم كتن الذي حرص أت Touه اقترح عليك تحضرين مسرح الاحلام لا يا حبيبتي تقول وصلت اني اشتركت مرة مع اختي بحلم واحد وقدرت انشوف الفوضى اللي بعقلها وكنت تعبت كثير 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 طيب زين قدرت تتفهمين القصة اتكلمت في مسرح الاحلام عن الاحلام المشتركة انه ممكن يكونون مثلا شخصين هم نايمين ويحلمون وعندهم حلم وهم داخلين في نفس الحلم مع بعض طبعا مو ايش اشخاصي يقدروني يسوونها مع بعض لازم يكون بينهم اتصال معين يعني ماريام تقول كيف احصن نفسي من الخوف من الجاثوم والجن لان كثير يجوني اكتب في جوجل كيف اتحصن من الجنة اكتب في جوجل ماما والجاثوم ما هو جني في وجهة نظر انه جني بس الجاثوم ما هو جني ما هو جني الاطباع يقولون شيء واهل الجن يقولون شيء بس هو انا قناعتي ان الجاثوم ما هو جني ما هو جني هو شيء ثاني بس ما هو جني بس انتي تبغيت تحصن من الجنة اكتب في جوجل كيف اتحصن من الجنة اوكي ماما هم طول الوقت يعني قاعدين معاك وكذا وتركين شغلهم كيف الاحلام انها تشفي شخص احد النماذج اللي قلت لكم مثلا لما مثلا تكون في ذكرى انت ما قدرت توصلها في الواقع انه ممكن انك انت تتذكرها في الحلم وتطلع لك في الحلم وتتذكرها وهذا شكل من اشكال التحرر انك انت تتحررت منها اوه طلعت كانت كالكوع جوه كذا في صندوق اسود عميق فطلعت فتكون انت تتحررت منها ها نموذج يعني خلنا اخذ اسئلة من تيك توك واردي عندنا 83000 لايك thank you احلامي تصير بالتفصيل ولو بعد سنوات السؤال طيب انت استفدت من الموضوع طورت القصة يعني فيش خاص يقول اي انا دائم احلم طب بعدين ش استفدت من الموضوع next لازم اتطور الادات هذه ليش ننسى الحلم تكلمت عن هذا الموضوع في مسح الاحلام لكن عموما ما بقول انه سيء ان انت تنسى الحلم بس مو مريح انه انت تنسى الحلم يعني احسن انك انت تذكر احلامك احسن يعني لما شخص يقول لي انا احلم ما اتذكر احلامي في شيء في شيء فيه في بلوكات في لمبات مقفلة في شيء في شيء يحلم بعدين يقوم بعدين ينام يكمل الحلم اي عادي هذي احد اشكال الاحلام بعد انه انت تكمل تسوي تكملة والمفروض انك تتدرب مرات انك انت تسوي التكملة بتقولك بعد نية العظمة تعرضت للسرقة او ماي قاد ما مدانا يا ماما طيب قفلي خزنتك انتبهي على رقامك سرية في اشياء كثير يبغالها مراجعة حبيبتي الله يعينك تقول انا وبنتي حلمنا نفس الحلم بالضبط اه يعني قصدك انه مو انتم كنتوا مع بعض في نفس الحلم بس شفتوا نفس الشيء يعني مثلا خلنا نقول مثلا كلكم شفتوا انه في مبارات مثلا بين فريقين كلكم قمت وقلتوا او اليوم حلمت في مبارات من فريقين نفس الشيء يصير بعد احد الاشكال هذي وطبعا هذا يعني ايضا انه في اتصال صحيح انكم ما كنتوا موجودين مع بعض في نفس الحلم او ما قابلتوا بعض في نفس الحلم مثل اللي قروا شوي بس ايضا هاي تدل على نوع من انواع الاتصال وقد يدل انه في احد قاعد يقود الثاني في احد مصدر طاقي للثاني فهو اللي قاعد يسرب البيانات وغالبا طبعا الام بس ما عرف ممكن تكون البنت هناك في هذاك الجسد اقوى ما نعرف اذا حلمنا في نفس الميت كلنا نقول مثلا مات شخص من افراد العائلة وبعدين كلكم حلمتوا فيه هل نقول مثلا انه الميت زايركم مثلا اليوم ممكن ما نعرف او كلكم قاعدين تحجسون وتفكرون فيه برضو ما نعرف ممكن 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 كذا ممكن كذا طيب طيب اصيل تقول يوغا الحلم هو نفسه لا الحلم الواعي غير يوغا الحلم الحلم الواعي يعني انت تعي انك انت في حلم لا مو نفسه غير مستوى اعلى حبيبتي عليا مبروك تقول خدتني داع الاثير تينكيو اامل تحسون ان الاسئلة كأنه يبغون يقلبونها تفسير احلام صح تعجز مرات تضوي لمبة شوفوا يا جماعة ما المفروض انك انت ترمي حلمك هذا كثير قيم الحلم اللي انت تحلم فيه كثير قيم اذا كان حلمك رخيص يدل على انك انت تسترخص طاقتك تسترخص طاقتك فما المفروض ان حلمك ينرمى في اي مكان او ينكتب في اي مكان او ينقال في اي قصة او ينقال في اي حاجة ما المفروض المفروض انك تثمن وتقيم وتقدر الحلم اللي انت شفته اوكي لأنك لما أنت تقول هذا الحلم بإمكان أي شخص يعطيه أي فرضية شخص ما عنده أي قدرة على التفسير والفهم ولا أخذ الاعتبارات وبالتالي يرجع لك الضرر اتكلمت في مسرح الأحلام عن تفسير الأحلام وكيف أنت المفروض أنك أنت تكون مفسر لأحلامك المفروض أنت تفسر أحلامك أنت أقدر شخص على أنك أنت تفسر أحلامك أنت أفهم وأعرف وأقدر وأشطر شخص أنك أنت تفسر أحلامك المكتبة عندك أصلاً ما هي عند أحد المكتبة عندك ما هي عند أحد بتالي دائماً تذكر أنك أنت اللي تستطيع أنك أنت تفسر هذا الحلم أنت الوحيد اللي عندك أكسس لكل هالمكتبة يمكن في شخص يعرف شوية معلومة نقطة من هنا نقطة من هنا بس لا في النهاية أنت وأنت تعرف التبعات البقية ما يعرفون التبعات ما يعرفون التبعات تقول لك أختي زمان فسرت لي حلم وتأذيت وتعلمت الدرس شكراً لك دال يعني أنت تفتح بوابة للإيذاء أو تسمح للناس أنهم يتلاعبون في قصتك في قدرك في طاقتك لما أنت تحط حلمك على الطاولة ما تبغى هذا الشيء شكراً لك ها تقول لك حلمت شفت محمد بن سلمان وفسرتها أني بتوظف جنب البيت وتوظفت جنب البيت رهيبة يمكن لو هي رايحة يعني مفسر أحلام مفسر له وقال له قصة مختلفة تنابس خاص جنب البيت أحد الإحتمالات وتوظفت بجنب البيت طاهر